سيدة فاطمة الحكيمي سيدة فاطمة الحكيمي اللي متابعينها بالتجارة في البشار والناصب والتسول بأشخاص تثبتنا بأنها ما كانت علاقة لا بالمحسينين ما عندها كتستفض من أي مبالغ مع مرها تعاملت مع شي محسين الشهود اللي كتهدوا على الضابطة القضائية والعلى سيد القاضي التحقيق بأنها كانت كتتتعامل معهم وبأنها كانت كتتتاجر فيهم فمنحضروا أمام محكمة ما عارقوا قالوا نفوهد شي كل شي ما عارقواش علاقة كانت تعاملوا معها ومشي السيدة فاطمة الحكيمي والزاملة اللي من بعدها رافعت على الدكتور تازي وبينات بأن الدكتور تازي فعلا تستحق الفراءة في هذا الملف ومازان حتفظت حقها بأن الأسبوع الجيد إن شاء الله ترافع على مونيا بنشقرون وعلى سيدة عبد الرزاق تازي هاتشي لكن ما رافعتوا على فاطمة وقلتوا أنها مجغض وستحلة معايا نعم المكتب الاستقبال نعم كيف شي مغضر وكيف لها أنتوزج هو إطار العمل سيدة منزاكور قالت بأنه صاحب رجلها المتوفى كان سلفه مبلغ ديال 25 ألف درهم وجب غير يعطيه ليدك ساعة طلبت منها سيدة كما كانت منزاكور كانت فاس جدار ديال العزاء طلبت منها أن تحتفظ في ذلك المبلغ تأخذ بالنيابة عليها تدير 7 ألف درهم الواحد الرادع اللي كان كإحسان مبلغ 3 ألف درهم قلت لأخوديه تيرا كصداقة للزوج لأنها كانت غضم صافرة لم تخرج كونجي قال أخو دعوني بير كونجي والمبلغ الأخر سيفتتون لها هذا الشيء والسيدة منزاكور أكدت بأن السيدة فاطمة الحكيمي لا علاقة لها بأي محسنين معمرها تصلت بالمحسنين أو تصرفت معهم أو قبضت شي مبالغ منهم هذا الشيء لكينفة كيف لنزاكور أنها كتبت يعاني لفائدة المرضى وغتعطي صدقا للوحد الكاتب هذا المبلغ اللي تكلمت عليه السيدة منزاكور خارج إطار الإحسان هذا المبلغ قالت بأن الزوج ديالها المتوفى كان سلفوا لواحد الأصدقاء دياله وجاء هذا الصديق كي بريع للزوجة دياله من يسمع أنه من يسمع أنه أنه مات جاء برشد لها هذا المبلغ هذا هو الإطار اللي كان هي هذا المبلغ ما بغش تاخده بغتصدق بي على الزوج دياله صدقت بي على واحد من المرضى إطار مبلغ سبع لاف دياله ما عاونت السيدة فاطمة لأنها خارج بكلتا لاف دياله وهذا شيء رأكداته لا السيدة فاطمة الحكيمي لا السيدة منزاكور في جميع المراحل سواء أمام ضبط القضاء ولا قضي التحقيق ولا أمام محكمة بالنسبة لتكار صور لا تبتش على السيدة فاطمة الحكيمي أنها كانت كتلتاقة صور ما لتاقتاتش أحد المسؤولين بلما نذكر لإسم دياله قال لها سيري عدف لنا قولي لها كتلتاقة صور للمواحد الطفل وتجيبهم لي بشات قالت هالمسؤولة هي ما لتاقتاش بلغت ولكن هذا الطفل الذي تلتاقت لها الصور راه كان في الحجر ديال الأم دياله وبالموافقة دياله والفصل 447 واحد من قانون الجنائي صريح بأن تكون تلك الصور التقطت بغير رضاء الشخص هناك رضاء ديالهم موافقة وفي الحجر دياله لاش لأن قال لها واحد المحسنان غدت تخلص وفعلا جات وخلصت عليها وأغلب أغلب المرضى كلهم خلصوا التحجاء وكلهم تخلص يعني الإحسان كين في النازلة ماشي ما كينش هادشي لك سيد مبير لوقت لجوشي لا في برافا وأنا نقشت أولا شهادة شهود لأن شهادة شهود أمام ضابط القضائية والأمام سيد قادي تحقيق كانوا يقولون تصريحات وكانوا يجيبوا شئتهمات ما كيناش كلا سقوال المتهمين أما يجيو أمام سيد القادي في الجلسة عرض عليهم المتهمين قال لي وشهدوا أشخاصهم والكتو كانت تتعاملوا معهم هذا قال لي ما كان عرفوهم بسبب السيدة سيدة أخرى أكبر منها سنان وانتم كتقولون بأن فاطمة دارت وفعل وعضر الزاق دار ودو ولكن من يجيت أمام المحكمة قال لي ما كان عرفوهم إذا فراج جميع تصريحات ديال مرح مرح صحيحة هذه هذا ما ركزنا دارت مرح تهمة التجارة غير متوفرة نهائيا في هذه النازلة تهمة التجارة أو جناية التجارة في البشر كتطلب أولا ضحايا ضحايا ما كينيش كين الناس محسنين أعطوا فلوسهم فسابي الله وتخلصت للمرضى كانوا مستفيدين كلهم ما كينش لمستفت إذا ضحايا بمعنى الكلمة معدنا التمس المدني لم يكن أحد طرف مدني ونص بنفسه وقلق بأن أنا ضحايا ولا هذا ما كينش نهائيا ثانيا أن جريمة التجارة في البشر تطلب الهدف منها الحصول على مبالغ مالية هذا ما لدينا نهائيا نحن بالنسبة الموكيل لدينا معمر الآن لا يوجد التحجي النقطة الثالثة هو أن هذا الشخص الذي تخدمه تسلم الإرادة والإرادة 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 كانوا يتعالج ونخرج 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 ونفعل إذا هم يستفيدون الضحية هي المصحة لأنها تحصل مبالغ وكيف ما تقول السيد على المحاسيبة ومشهر القسم المالي كيف تحصل القسم المالي خاص قسم مالي أي مبالغ تحصل فيه كيف نوصل لا يمكن أن يدفع مبلغ أخرى من غير القسم المالي ومقابل الوسط وكان مصلحة الفوترات يشرف على جوش الموظفات كل شيء مفوتر كل شيء مقدر إذا كانت تلعب بكتشفتها النياب العام لا يمكن أن يصبع هذا هذا ما كان ركسوا أستاذا لم يأخذ محكمة النظر والنظر 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 والقرارات المحكمة قرارات القرار الأول تتعلق بأن محاضر الضابطة القضائية ما جاء فيها أمام الجنايات يعتبر مجرد بيانات وكأن الجزيادات قضائية كثيرة في المقابل هذا الشيء الذي يمكن أن يكون لفصل 291 من قانون نصطر الجنائيات يقولك بأنه مجرد بيانات لا يمكن الاعتماد عليها مئة في المئة القرار الثاني هو أن الاتهامات بين المتهمين فيما بينهم أي واحد يريد أن يقولك ره الأخر لذر الأخر لذر كذلك كانت اجتهادات قضائية إحقاقة للحق بأن هذه الاتهامات المتبادلة بين المتهمين لا يمكن أن تكون وسيلة لإثبات ولا يأخذ بها لإثبات أي جريمة وقد لنا بوحد القرار نظر لكتر عن المحكمة وقدرنا مذكرة دفاعية فيها كل شيء سيقوم باعتدات المعرار سيكون براءة والإثانة ولكن سيكون إن شاء الله خير سيقوم بإثبات الله لك سعيد منتصر السلسل سعيد منتصر سيِلتون لتصوار على المعارض في هذه البقاء يتوقع على القرار ومن الصوار لذر أيضا وصده المحسينين يحضروا والمبالغ وكانوا الناس يستفيدوا هذا هو المهم وكانوا يستفيدوا وكانوا تقدر المصاريف العلاجية لا علاقة لا بالصوار لا بالمحسنين لا والد تجارة البشر جميع المتهمين في إطار عصابة إجرامية والنصب وغير المشاركة في التجارة المشاركة والمسامة في التجارة البشر وله يكون المتهمين وكانوا الناس وكانوا تساول والسلام على حسب المتهمين سيدة فاطمة الحكيمي تجارة البشر وعندها الناص وانا الستجدار هذا التساع لا نотри علاقة بجلب التعليم 예뻐 لا لا لأ لأ تستعد from Vietnam لا تستطيع التغيير في فواتير كيف كان كلك مخوصة؟ كان مكتب خاص كان هناك جوج لم يحضرني الاسم كان هناك جوج ولكن الأستاذ سنوي كانوا بجوجره هو الذي سيكون عنه كل شيء الله يبرك فيكم